مؤسسة دولفين مؤسسة دولفين باسمها يتم نصب الاحتيال على عدد الكبير للناس تم انشاء هذه المؤسسة للتغطية على عملية كبيرة من نصب الاحتيال سنسمعكم مقاطع صوتية واحد من هذه المؤسسة اللي كيشرح للناس كيفاش يتعاملوا مع المؤسسة شنه هو الهدف ديل هاد المؤسسة وكيفاش يربحوا الفلوس من خلال هاد المؤسسة وفي نهاية المطاف غد يتلقوا أن العملية كلها هي عبارة على هادك تسويق الهارامي هي عبارة على هادك الطريقة المشهورة دي النصب والحتيال اللي داروا بيها بزاف نصاب الفلوس منهم اللي تشد في الحبس منهم اللي هرب الخارج ومنهم اللي يالله دبعوا التاني راه كيبني باش يبدأ يدير بيها الفلوس ومن ضمنهم هاد المؤسسة ديال طولفين هاد الاسم ديال هاد المؤسسة وهاد الناس اللي غيسمعوا الأصوات ديالهم أي واحد فيهم كيعتبر نفسه أن البرنامج ظلمه أنه هو مش ينصاب وأن هاد المؤسسة ما كتنصبش عنده حق الرد في هاد البرنامج من منطلاق ميهني ومن منطلاق ميثاق شارف المهنة أي واحد كيحسب راسه مظلوم في هاد البرنامج وأنا كنتكلم عليه وكان أعتبر صاب ومحتل البرنامج مفتوح له مرحبا به يجي يقلس معايا هنا ويرضع لي ويقول لي أنت عيكا تخربك وأنا مستعد أنه يمر ويسمعوه الناس ويشوفوه بنفس الوسائل التي يدعو بها هذا الأمر الآن سمعوا الآن تقديم ديال هاد المؤسسة ديال طولفين ده بغا تبال لكم أنها مؤسسة إحسانية ولكن من بعد لزوضي والاخرين اللي غادي تسمعوه غادي تبين لكم شن هو الهدف الحقيقي وهنا كنكونوا داخلين في النصب بإسم الإحسان السلام عليكم الأخوة والأخوات كي ديالين بخير كانت منهم الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة بالنسبة لحظة المشروع ديال مؤسسة دولفا وقبل ما ندخلوا في الحيثيات ديال طريقة الاشتغال في هذه المؤسسة وطريقة الأرباح وطريقة العمل لابد فعد الأوضيو الأول أن نعرفه بشكل عام بهذه المؤسسة ديال دولفا هذه المؤسسة ديال دولفا هي مؤسسة خيرية عندها المقرة ديالها في ماليزيا الهدف ديالها هو أنها تساعد البسطة باش يغيروا حيات ديالهم للأفضل الفلسفة اللي كتقوم عليها هذه المؤسسة هذه هي أنها تحاول تعلمك كيفاش تصيد السمكة ماشي كتعطيك السمكة ماشي كتعطيك الحوطة وإنما كتعلمك كيفاش ديق تصيدها يعني هي كتساعدك باش تدير أرباح اللي تغنيك على الخق المساعدة أو الأرباح اللي كتساعدك بها المؤسسة باش تعاون رأسك وتعاون الغير هي اللي غادي إن شاء الله نشرح لكم في هذا الأوديو التاني يعني كتعلمك كيفاش تصيد السمكة ولكن اللي واقع رأنت هو السمكة اللي غادي تصيد هداير الطعم اللي كيتعطيك باش كيتقلك باللي غادي تغير حياتك وهذا الجملة ديال تغيير الحياة هي اللي كيستعملوها بزاف ديال النصاب والمحتالين خصوصا في هات الشكل ديال النصب لما كيبدأ يقول لك غادي دخلت ستتمر ألف درهم وإلا جبتي واحد آخر تحت منك حتى هو وجاب حتى هو ألف درهم غا تولي تربع عليه وهو من اللي غا يجيبوا حدين أخرين غا يولي ويربحوا عليه فكتولي وانتم أخدامين مع النصابة كتجيبوا ليهم الناس عن حسنية انتم ما بالنسبة لكم راكم غا تربحوا بغيتوا تجيبوا ناس أخرين يربحوا والمؤسف كتبدأوا من أقرب الناس للكم صحابكم أخوتكم العائلة وكتساكن حتى هما كتتورطوهم في هذا النصب والحتيال ومعه وتاني كيمشي ويجيبوا واحدين أخرين وهدي هي تصويق الشبكي أو الهارامير كل واحد كيفش كيسميه ولا كيف نهاية الماطاف الهدف واحد هو أنه يغي يمشي وليكم فلوسكم ومن اللي قلت لكم أنك انت قتولي هو السامكة لأنك يتعطيك الطعم بالطعم ما شن هو من اللي كتنزل أول مرة الفلوس كيجيك شي رباح كتحس براسك هوا ما دخلوك الفلوس كيدخلوك المرة الأولى والمرة الثانية وكتطمع وكتولي تستمر ذاك الشي اللي يدخلك حتى هو ولكن كتجي واحد للحظة بكتبقى الدوالو وكتسد هذيك الشركة ولا هذيك المؤسسة وما إلى ذلك وكتبقى والو دابا أجي ونسمعو الشرح يكتقال لنا في الأول أنها مؤسسة خيرية وتقال لنا أنها في ماليزيا يعني ما عندك ما تشد سير الماليزيا يقلب عليها منتا باش من بعد من اللي غادي تبغي تشد في هذا اللي كيهضر ويقول لك أنا ما نتانا بحالي بحال كناير سمعت هذا الشي في الخير وبغيتنا نعمل الخير وهذه الناس اللي ضحكوا عليها حتى أنا وانا دبارا كنحاول نبحث عليهم وغنتابعوهم وغندروا محامي في ماليزيا وغدنقلبوهم في الكنيديهم وغدنشدوهم وفاكات القراس كويل ومشيل كل شي سمعوه ذا باللوديو الثاني هوا ذا بغض يشرح العملية اللولى هالما عقول ذا بغي يبدأ باللوديو الثاني بالنسبة للأرباح اللي كتحقق مع المؤسسة ديالدولفا هي خمسة الأنواع ديالالأرباح فهذا الأوديو الثاني غدي نهضر لكم على الربح الأول وهو الربح ديال الصفقات يعني أن كل يوم مع تمانية مساء ليلا لمؤسسة ديالدولفا كتصفت لينا في القروب واحدة توصيات ولا تعليمات عن واحدة العملة محددة كتقول لنا هالعملة ديالالليوم وهذا التامان ولا السال باش تبيعوها يعني هاد العملية ديالالبي وديالالشيرة وديالالبيع ديالالعملة ما كتتطلبش وقت طويل يكتطلب تقريبا غير شيء عشرة ثواني ولا خمسة عشرة ثانية وكتنفذ المهمة ديالك بالنسبة للربح ديالالعملة ديالالالصفقة ديالالصفقة يكون جوج في المياه من تمان ديال رأس المال باشرة كمس الصمر ولا باشرة كمس الصمرة والتامان باشرة كمس الصمرة في هذه المؤسسة المؤسسة هادي هو محدد من عشرين دولار لمائتين دولار يعني تقريبا من مائتين درهم وما كتتجوز ألفين درهم يعني انت التامال باش داخل ولا داكرا اسلمال باش داخل اللي كيكون محدد ما بين عشرين دولار لمائتين دولار كتطلبو جوج في المياه وكيعطيك واحد اللبح معين يومي وهذا الربح هذا كيكون كيولي ربح تراكومي يعني اليوم إلا حق اقتمات ثلاثا واحد لعشرين درهم غطاركة تولي واحد وعشرين درهم بعد غطاركة تولي ثلاث وعشرين درهم يعني الربح هو غادي وهو كي يزاد يعني هو غادي وهو كي يكبر وراني دير واحد الطابلو محدد فيه بعض الأتمينة شيخ مصونا ستادي الأتمينة ميتين درهم خمسمائة درهم آلف درهم وعلفين درهم ودير فيهم جوج في المياه سحركة تعطيك شهرية يمكن لكم أنكم تطلعوا عليه لكي تعرفوا النسبة للأرباح التي تربحوا بشكل شهري ما بقيت نعم أنه لا تكون مؤسسة خيرية أو مؤسسة استثمارية أنك تضع الفلوس وكتسنى هذه المؤسسة الدولفين أو الدولفة أنها ستقول لك تبيع العملات العملات التي يقصدها هي العملات الرقمية وهذه فيها قصة كبيرة وعندي ملف ديالها إلى ساعة من الوقت سوف نمروا اليوم وكينا إخوان اللي سوف يدليوا بشهادة في هذا الباب اللي تنصب عليهم من قبل واحد نصاب في البرنوصي في مدينة الدار البيضاء الاسم دياله يوسف إلى ساعة من الوقت سوف نتكلموا أيضا على هذا الميل في هذه الحلقين إن شاء الله إذن الآن بدأت تكتبان المعالم النصب والحتيال هذه المؤسسة نحن دا بغادين في الاتجاه ديال كيفاش تصور الفلوس ما بقاش مؤسسة خيرية وغادا تعلمك كيفاش تصطاد السامة وغادا تساهم في تغيير حياتي وذلك شي لا واللي تنتخص تعطيه واحد الفلوس تنزل واحد الفلوس وغادا تبدأ تربح دا بقال لنا كين خمسة ديال السبول ديال الربح أنا غادي نقدم لكم يا رجوج لأن الوقت ما كيسعنيش أنا نقدم لكم لزوضي وكاملين وركيا غادي نقدم لكم نموذج ديال اللي كي يخدموا معاهم واللي كي يجيوا يبينوا يقولوا يا راح ندرنا هذا الشي وراح نربحناه ولينا بخير حيط طبعا كي يخص الحياحة بحال كنسميهم بين قوسين اللي غادي يبينوا باللي راه كين الرباح باللي هاتشي راه كله حقيقي ولكن نجي نسمعوه قضيوا واحد اخر اللي فيه طريقة اخرى للربح من خلال هاد المؤسسة عالش كنسمعكم انا هاد هاد تشجيلات الصوتية حيط بزاف ديال الناس تنصب عليهم بعض طريقة وحيطة وسائل التواصل الاجتماعي اللي ولا تكتيح التواصل المباشر مع الناس بكل سهولة وبساطة خلت من الصابة والمحتلين يوصلوا العدد كبير من الناس وينصبو عليهم وخصوصا الناس بحال كنقول دائما اللي بغاوها باردة بغا يبقى قالس كي يقولوا لا ريح مع راساتك ينزل الف درامو ورغا تبدأ تولدليك قلت لكم اكتر من مرة فهذا البرنامج الفلوس ما كي يولدوش الفلوس نحن نخلقوهم بالخدمة كي يخصنا مجهود كي يمكن نديروا الفلوس اجي نسمعوا الطريقة الأخرى ما يسمى بالربح في هذا الاوديو الثالث سنهضر على الربح الثاني الربح اللي اول هو الربح الصفقات والربح الثاني هو الربح الاجيال بالنسبة للاجيال الجيل اللي اول عندنا في 20% الارباح الجيل الثاني 15% الجيل الثالث عشر والجيل الرابع الخامس السابع الى مالة نهاية 3% انا اشرح لكم كيفاش مثلا انا دخلت شي واحد دخلته تحت مني مباشرة يعني مباشر لي وهذا السيد هذا دخل ب1000 درام ما نديره انا سنقوم بربح الصفقة 20% كيفاش سنقوم بربح الصفقة 20% كيف يديره مثلا هو دخل ب1000 درام يعني عنده 1000 درام في جوج في المئة عنده حال عنده 20 درام لادرنا 1000 درام طربناها في جوج في المئة اللي كتعطي المؤسسة ديال جوج في المئة ديال الارباح الصفقة ستخرج له 20 درام هذا 20 درام دياله عندي انا فيها 20% يعني ماشي كناخدوها من ارباح دياله وانما المؤسسة تعطينا 20% من الربح ديال السفقة دياله ناخدوه مثال ديال الجيل الثاني مثال الجيل الثاني 15% واحد السيد دخلته انا سميته محمد وهذا كمحمد دخل واحد السيد سميته حسن هذا حسن انا عندي عليه 15% ديال الارباح ومحمد اللي تحتملني اعندوه عليه 20% يعني انه في صارد هذه السيد حسن دخل دخل ب1000 درهم يعني انا شحال سميته سميته 15% من هذه السفقة دياله كيف يكتم مثلا دخل 2000 درهم سميته 40 درهم سميته 15 سميته 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 ومحمد سميته 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 8 درهم وهكذا دوالك هاتش تطبق على الجيل الثالث وجيل الرابع وجيل الخمس وجيل السادس الجميل في الامر اللي مزين في هاتش كامل هو ان هاتش 3% التي تتخلص فيها التي تربح فيها انت تشم لا تريد أن يصل للرئيز تصور أنك تعرف الرأس في المشا ورغم ما تريد تأخذ عليها 3% غيرها 3% كافية على أن العضو يخدم عليها غيرها 3% لتغنيهم مزيان آه 3% غنيهم مزيان هلا كالرامشي ولا غير تغنى ها يتغنى والنصاب والمحتالين اللي يأخذوا هاد الأموال الطائلة من عند الناس للأسف اللي يبغينها باردق اللي كيسحب الورا غيريح وغيري يعطي الفلوس يعطي واحد جوجد ريال ويبدا يجيب الناس يجلب ليهم عباد الله اللي تاهم مساكن كي بدوا يعطيهم الفلوس وشي كي يجبد شي وراه العدد كبير من المغاربة تنصب عليهم الآلاف عشرات مئات الآلاف ولاء وبالغ من المغاربة تنصب عليهم بها الطريقة وانا كنقول دائما تنصب عليهم حيت باغينها باردق حيت كيعتقدوا باللي راه كيمكن شي واحد يجيوا ويبدا يعطيكم الفلوس وراه كنقولوا في الدرجة ديالنا لو كان كان الخوخي داوي كون دا وراسو فهذه الناس هذول اللي كي يوهموكم باللي غاد يعطوكم لأموال الطائلة وباللي غاد تربحوها وانتم مريحين في ضيوركم راه هير كي يضحكوا عليكم راه هير كي يديوا لكم فلوسكم هاد الملف ها هو غاد يبقى مفتوح انا اهم حاجة عندي في البرنامج من بعد ادنكم هو انني نبه حضرتكم لهذا الشي نقول لكم اي واحد يجي عندكم ويقول لكم هاجي يدخل راكين واحد الشركة ولكن واحد المؤسسة ولكن واحد الجمعية ولكن واحد تعاونية راه كل واحد كي يعطيها سمية راه كينا كتدخل مثلا بعشرين الف ريال ومن بعد كتبدأ تاخدوا عاديك العشرين الف ريال ربعالة ف ريال في السيمانة ولا دخلت شي واحد اخر ربعالة ف ريال كتقول لي خمسالة ف ريال هاجي يدخلك وانت ادخل شي واحد اخر ارى يمكن هادك السيجي عندك من نيتو قنعوه هادو وغسلو لي الدماغ وكي يديك حتى انتا وانتا كتدي واحد اخر وكتكونوا كتسمنوا لي كونت ديال عباد الله راه الناس داروا الملاير كين اللي هرب كين اللي مشال الشي دولة خالجية كين اللي مشال الدول الاوروبية امريكا اللاتينية هربوا بالملاير وكين منهم اللي زغبهم الله وبقاوا غادين في هاد الشي ما بغاوش يحشموا وراهم تشدوا في الحبس وهادو كين اللي هربانين راح تاوما كين لانتاق بول كتب حتى عليهم ورا غادي تشدوا تنصب عليكم ومشاوب عليكم فلوسكم مش حال موحد كيقولك انا باش غايفيدني يدخل الحبس انا خصني فلوسي فلوس قراء عمرهم ما غير رجعوا ليك حيث هادك السيد ما اللي كتبشي المحكامة في اطار الاجراءات القانونية كتقلب على ما تحجز باش تبيعوا وترجع الناس فلوسهم ولا شي حسابات بنكية ما كيلقاوا له اذو كن النصابة ضابطين اموراتهم ما كيدير حتى شي ممتلكات فسميته ما كيخلي حتى شي كونتبون وكيغفي الفلوس كيغبر الفلوس بطريقته وكيقولوا مع رأساته وغا مشي نتشد عامين تلسنين خمس سنين وغا نخرج وغا نتبرع في الملاير فمن الاساس انتو ما ما تعطيه وش فورصة لهاد النصابة و لهاد المحتالين يديوا لكم ارزقكم اشتركوا في القناة وشive الحق ترجمة نانسي قنقر